فيما يشبه السجال تصدى الأردن لمزاعم الاحتلال حول عروبة الأراضي الفلسطينية وأدان بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة بن يمين نتنياهو المسجد الأقصى المبارك الحرمة القدسية الشريف وفي بيان أمام مجلس الأمن حذر مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة من دفع المنطقة بأكملها باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد نتيجة التبعات الخطيرة لإجراءة الاحتلال الأحادية المستهدفة فرض حقائق جديدة على الأرض مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات وانتهاك المقدسات وهدم المنازل وترض السكان من منازلهم وأشدد على أن اقتحام الأقصى وانتهاك حرمته يشكلان خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولية والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها هذا ورفض السفير الأردني ما وصفها بأكاذيب وتضليل مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة الذي وصف الوحدة مع الضفة الغربية عام 1950 على أنه احتلال الأردن يشعر بقلق بالغ إزاء التوغل الذي قام به بنغفير وهذا عمل متطرف سيخلق حلقة جديدة من العنف وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بجدية وأن يضع حدا لهذا النوع من المحاولات والأردن يتحمل مسؤوليته ممثلا بجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبدون قرار أو بيان موجز انتهت مناقشة مجلس الأمن الدولي بشأن اقتحام وزير أمن الاحتلال القومي إتمار بنغفير المسجد الأقصى المبارك الاجتماع جاء بناء على طلب من السلطة الفلسطينية والأردن وبدعم من الإمارات العربية المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ورغم أن الإدارة الأمريكية انتقدت اقتحام بنغفير للأقصى وعبرت عن تخوفها من الإضرار بالوضع الراهن إلا أن الوفد الأمريكي منع صدور أي قرار ضد الاحتلال وشهدت الجلسة الطريقة مواجهة ساخنة بين السفير الفلسطيني رياض منصور ونظيره الإسرائيلي إغلاد أردن الذي حاول تسخيف المسألة برمتها واعتبارها أمرا عبثيا الجميع يقفون وقفة رجل واحد في التصدي لهذا التطرف الذي تجلبه الحكومة الإسرائيلية والعناصر الفاشية من وزراء كابنغفير الذي دنس المسجد الأقصى لأننا لا نريد لهذه الحكومة المتطرفة أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي يجب أن تنصاع لإرادة المجتمع الدولي وتحترم الوضع القانوني والتاريخي استهداف المسجد الأقصى هذه المرة جاء امتدادا لمحطات عديدة تعرض فيها الأقصى لمؤامرات ممنهجة بدأت بعض أيام على وقوعه تحت الاحتلال قبل 55 سنة البداية كانت من حزيران عام 1967 عند دخول الجنرال مردخاي جور وجنوده للمسجد الأقصى المبارك محاولين تدنيسه وأيضا منع المصلين من أداء فريضتهم وبعد عامين على ذلك اقتحم متطرف أسترالي المسجد الأقصى من باب الغوانم وأشعل النار في المصلة القبلي قبل اعتقالها أما في إيكانون الثاني عام 1976 قررت المحكمة المركزية بحق اليهود في الصلاة داخل المسجد الأقصى أما في 28 من آب عام 1981 أعلن عن اكتشاف نفق يمتد أسفل الحرم القدسي يبدأ من حائط البراق وقد طلب حينها أو طلب مسؤولون إسرائيليون إحاطة الموضوع بالسرية التابة أما في نيسان عام 1982 قام جندي بقتل فلسطينيين اثنين داخل المسجد الأقصى وأدى ذلك الأمر إلى جرح ستين آخرين أما في 11 من نيسان إبريل عام 1989 عفوا في السادس والعشرين من كانون الثاني عام 1984 هناك يهوديا دخل إلى المسجد الأقصى وكان بحوزتهما متفجرات وقنابل يدوية قاموا بنسف قبة الصخرة أنذاك وقد تم ضبطه من قبل حراس المسجد قبل لحظات من تنفيذ جريمتهم وتوالت الاعتداءات وصولا إلى عام 1997 1997 عندما أصدر قضاء الاحتلال قرارا يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد التنصيق مع الشرطة الإسرائيلية أما في 28 من أيلول عام 2000 تم إطلاق شرارة الانتفاضة الثانية بعد اقتحام شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك فتصد له الشبان الفلسطينيون وبعدها بيوم واحد ارتكب الاحتلال مجزرة في المسجد الأقصى راح ضحيتها العشرات من الشبان وبالانتقال إلى آب من عام 2012 صدر اقتراحهم بقانون لتقسيم الأقصى والسماح أيضا اليهود بالصلاة فيه بأيام معينة في العاشر من كانون الأول لعام 2013 هناك ادعاء بالكشف عن كنيسة يهودي للنساء وحفريات أسفل باب السلسلة وتحديدا في تلك المنطقة أما في عام 2014 اقتحم حاخام متطرف المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين أما في السابع والعشرين من تشرين الأول لعام 2014 الكنيسة يناقش مقترحا لسحب السيادة الأردنية على المسجد الأقصى بذاك الوقت أما في عام 2017 قامت قوات الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية لفحص المصلين ما أدى إلى تنفيذ اعتصام على أبواب الأقصى وفي أيلول الماضي أيضا من عام 2022 مستوطنون يحاولون إدخال قربين ويؤدون السجود الملحمي آخر هذه المحطات هي اقتحام بين غفير ومجموعة من المستوطنين صباح الثالث من الشهر الحالي باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال ما أشعل غضبا فلسطينيا وعربيا ودوليا وفي أول إسبوع من عام 2023 كشرت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة عن أنيابها وشرعت في تطبيق اتفاقياتها الائتلافية على حساب الوضع في المسجد الأقصى وسائر الأرض الفلسطينية وعلى حساب أدم الفلسطيني فلنتابعه أسبوعا واحد فقط من تسلمها لمقاليد الأمور كان كافيا لتعلن حكومة الاحتلال الجديدة بدأها بتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية بين مكوناتها الحزبية هذه الأحزاب التي شكلت اتلافا حكوميا يعد الأكثر تشددا وتطرفا بدأ وزراؤها بتطبيق حملاتهم الانتخابية أيضا متعدية خطوطا حمراء لم تتجاوزها أي من سابقاتها بالفعل هذه الحكومة أولا خطوطها العريضة تضمنت كل ما لم يسبق أن تحدثت به حكومة بهذه الصراحة سواء في موضوع الاستطان في موضوع الأقصى في موضوع النكب وأيضا وزعت صلاحيات على الوزراء وميزانيات وعطتهم أدوات تمكنهم من تنفيذ أجندتهم وبالتالي نحن نتحدث عن سياسة حكومية متوافقة عليها تجسد أجندة يمينية هي الأكثر تشددا في تاريخ دولة الاحتلال وبدأت هذه الحكومة خلال أيام بالفعل في تنفيذ هذه الأجندة الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن حكومة نيتنياهو بدأت بإجراءات ضم الضفة الغربية وتكريس ضمها للقدس وفرض سيطرتها على المسجد الأقصى تنفيذ هذه الاتفاقيات نلاحظ من خلال التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال سواء في اقتحامات المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية وأيضا تسهيل عملية إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين هذه الأسئلة جميعها برسم الإدارة الأمريكية التي تقول ليلة نهار أنها تتمسك بحل الدولتين والمجتمع الدولي أيضا الذي يعاني من ازدواجية معايير وسياسة الكيل بميكيالين ما حدث من اقتحام إتمار بينكفير للمسجد الأقصى لم يكن تصرفا ينحصر بشخصه بل قرارا حكوميا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للاحتلال يعبر عن أجندات هذه الحكومة وتطلعاتها ومستقبل جرائمها وتصرفاتها خلال الأيام والشهور المقبلة ويأتي ضمن خطة قلب الأمور في الأقصى إلى جانب مطالبات الجمعيات الاستيطانية بزيادة عدد ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد كما أنه لا ينفصل أيضا عن الأحداث في الضفة الغربية منذ صباح الجمعة حيث نفذ جيش الاحتلال عدوانا في بلدة نابلس القديمة وعدوانين في جينين وقراها ومخيمها قتل وأصاب واعتقل عددا كبيرا من الفلسطينيين هذا إضافة لسعي حكومة الاحتلال لإقرار قانون لتهجير عشرة قرى من مسافر يطى بالخليل جنوب الضفة الغربية وشرعانة بؤر استيطانية في شمالها من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرا رؤيا ونناقش في ملف الإسبوع القضية الأكثر سخونة المتمثلة بانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس ونرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي مصطفى أبو لبدي كما سينضم إلينا عبر الهاتف وزير الأوقاف السابق الدكتور هايل أدود ومن القدس المطران حنى عطلة وبالبداية أرحب بك أستاذ مصطفى أهلا بكم أستاذ مصطفى كيف تقرأ اقتحام الوزير الداخلية الإسرائيلي إتمار بن غفير لبحاث المسجد الأقصى وما هي الرسالة التي تريد سلطات الاحتلال توصيلها أو إيصالها من خلال هذا الاقتحام مؤخرا عملية الاقتحام اللي حصلك يوم أمس لا تشكل شيء جديد لمن يقرأ كيف حصلت الانتخابات الأخيرة في إسرائيل وحدود ونوعية الائتلاف الذي حصل نعم البنوده وبرنامجه واضح جدا واضح جدا باللي قالوا بنغفير يوم أمس الخميس بعد ما قام بجولته وقال لي يعني هما بقولوا 13 دقيقة ولا شيء في نهايتها قال كلمتين إنه هذا الموقع هو من الأهمية القصوى بالنسبة لنا بالنسبة لنا ويعني نحتاج وسنعمل وسننفذ أن يكون مفتوحا للصلاة لدينات الأخرى ولذلك يعني كانت عملية اختراق بالذي وصفت به أنه اختراق للخطوط الحمر الخطوط الحمر المتفق عليها منذ منتصف القرن التاسع عشر صحيح جرى خرقها وهذا الأمر كانت تتحسب له الويات المتحدة كانت تتحسب له الويات المتحدة والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن نكاد نقول أنه خرج عن سياقاته في آخر زيارة له بإسرائيل قال أنا صهيوني من الدرجة الأولى نعم صحيح لكنه بالموقف اللي أخذه فيه خلال الأسابيع الماضية ورسائل التهديد الواضحة يعني لا لبس فيها أنه هناك شيء جديد في الموقف الأمريكي هذا الشيء الجديد لأنه هناك قناعة لديه ولدى كل بالمنطقة وفي العالم كله من يرى أن هناك تغيير حقيقي واختراق للخطوط الحمر ولذلك أخذ القضية هذا البعد المتسارع البعد الدولي المتسارع الذي تمثل بعقد جلسة مجلس الأمن وما سبقها من الجمعية العامة الأمم المتحدة بإحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولي وما اتصل به من إرسال بايدن بخصوص هذا الموضوع أنت أشرت في مقالك أستاذ مصطفى إلى تماهي موقف واشنطن مع تل أبيب بخلاف الردع الأمريكي الذي حصل في عهد دويت أيزنهور قبل نصف قرن تقريبا ما المطلوب اليوم عربياً إسلامياً دولياً للتأثير في السياسة الخارجية الأمريكية التأثير في منطقة الشرق الأوسط سنأخذها في منطقة الشرق الأوسط التأثير على السياسة الأمريكية وفي كما أخذت سياقها في عهد بايدن بالضعف والتذبذب يحتاج إلى برمجة واستخدام القوى الثلاث الأساسية أي موقف أي موقف يعني من سوية القدس وأكنافها أو ما يتصل بها جغرافياً وبالقضية بالمسألة الفلسطينية يحتاج إلى الاستعانة والاستناد إلى الشرعية الدولية إلى الشرعية القومية والوطنية التاريخية وإلى استخدام القوى الذاتية نعم بالشرعية الدولية يوجد ما يكفي من القوانين اللي موجودة يعني يرافقها الآن موقف أمريكي بإحساس اضطر إدارة بايدن أن تتحرك تحت ضغط مجموعة عناصر مؤثرة وجزء منهن كبير يعني لم يلحظ كفاية وفي مقدمتهن حركة الكنائس حركة الكنائس العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا أخذت طابع لم تشهده من قبل بالتحذير ليس فقط على يعني مجرد الحدث الأخيرة أو القضية المقابر بما يتعلق بالمقابر المسيحية اسمح لي أن أنتقل الآن إلى المطران حنى عطلة من القدس ومن ثم نعود لاستكمال الحديث مساء الخير المطران حنى عطلة وأنت تنضم إلينا عبر زوم من مدينة القدس شكرا شكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية الله يعافيك بداية يعني هناك حديث عن خراب واعتداء كبير يطال المقدسات المسيحية في مدينة القدس وأخيرها الاعتداء على المقابر المسيحية بماذا يفسر ذلك على ماذا يدلل ذلك ما هي الرسائل التي يراد إيصالها من قبل سلطات الاحتلال يعني حقيقة السلطات الاحتلالية الغاشمة سواء كانت الحكومة الحالية الفاشية أو الحكومات المتعاقبة سابقا كلها كانت معادية للفلسطينيين وكلها كانت تخطط من أجل تهويد مدينة القدس وتمسي معالمها وتزوير تاريخها وسرقة أوقافها ما يحدث في باحات المسجد الأقصى من اقتحامات ومن استفزازات ومن ممارسات احتلالية غاشمة هذا ليس شأنا اسلاميا فحسب بل هو شأن وطني بالدرجة الأولى يخصنا كمسيحيين ويخص المسلمين والفلسطينيين جميعا والأمة العربية والأحرار في هذا العالم كما أن التعدي على أوقافنا المسيحية مؤخرا كان هناك تعدي على مقبرة مسيحية تاريخية في القدس ناهيك عن الاعتداءات على أوقاف أرثوذكسية تاريخية داخل القدس القديمة وفي منطقة باب الخليل وكذلك في سلوان وفي غيرها من الأماكن كل هذا يندرج في إطار التآمر على القدس سواء التعدي على المقدسات الإسلامية أو الأوقاف المسيحية أو الأحياء المقدسية أو الفلسطينيين كل هذا يندرج تحت عنوان واحد إسرائيل السلطة الاحتلالية تسعى لقمس معالم القدس العربية وتهويدها وأسرلتها وتحويلنا كفلسطينيين في مدينة القدس فلسطينيين مسيحيين ومسلمين تحويلنا إلى جاليات وأقليات أو ضيوف في دولة إسرائيل نحن لسنا ضيوفا عند إسرائيل نحن ننتمي إلى القدس ونحن فيها باقون ونحن متشبثون بانتمائنا لهذه المدينة المقدسة نعم شكرا جزيلا المطران حنة عطلة كنت معي عبر زوم شكرا جزيلا لك وعودة لك أستاذ مصطفى يعني تحدث الأستاذ حنة عطلة عن تمسك وتشبث الفلسطينيين بالأرض الفلسطينية ولكن هذا لوحده لا يكفي نحتاج اليوم إلى موقف عربي واحد ونحتاج إلى قرارات عربية دولية مثلما تحدثت منذ قليل ما المطلوب اليوم من الأردن وفلسطين تحديدا كون أن الأردن هي تمتلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لرد على الإجراءات الإسرائيلية الأحدية الجانب يعني أبرز ما رافق جلسة مجلس الأمن بخصوص ما حصل في القدس ومحاولات تغيير الأمر الواقع هو الإشارة إلى أن الأردن احتلت ضفة الغربية يعني هذه لم تأخذ حقها من التوضيح الكافي أن هذا هو موقف فيه من الإفتراء والتمويه الكثير والمتسلسل تاريخيا نعم يعني خلينا نستذكر أنه العملية الوصاية والرعاية للمقدسات ليست يوم أمس وليست من السبعة وستين هي عمرها الآن قرن أخذت تجلياتها في حرب الثمانية واربعين حرب الثمانية واربعين أنتجت فراغ في القدس هذا الفراغ في القدس كان يجب ملؤه ملؤه بشرعية بشرعية وهي التي حصلت بالوصاية على المقدسات المنصوص عليها أنها هي عملية انتظار تقرير المصير الفلسطيني يعني بمعنى بدون هذه الوصاية كان سيكون هناك فراغ صحيح فراغ سياسي جرى ملؤه هذا العمر أن ترفضه إسرائيل ليس جديدا رفضته لم تعترف إسرائيل في وقتها بوحدة الضفتين التي كانت هي وحدة فيها من الاعتبارات القومية والتاريخية والجغرافية بقدر ما فيها من النخب الفلسطيني التي طالبت بذلك وأيدته وترتب عليه وحدة الضفتين في الخمسين وما ترتب عليها حتى أيضا في السبعة وستين السبعة وستين محكمة العدل الإسرائيلي العليا أقرت للأردن الوسائي الهاشمية على المقدسات نعم وعندما جرى فك الارتباط أيضا جرى توثيقها أنها هادة مستمرة فبمعنى القول الآن في مندوب إسرائيل بمجلس الأمين أن هناك احتلال أردني للضفة الغربية هو إعادة تركيب الأخطاء على بعضها صحيح نعم فهذا الشيء يعني يحتاج إلى توضيح حتى تكون الأمور قابلة للبناء من فوقها نعم نعم يعني أستاذ مصطفى نظرا لضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة وعلى مجيئك إلى الاستوديو شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى أبو لبدا وأنت محلل سياسي وأنت مثقف وأديب فلسطيني شكرا جزيلا لك وأيضا كان من المفترض أن ينضم إلينا وزير الأوقاف السابق الدكتور هايل الدوود ولكن لم يتسنى له ذلك على أمل أن ينضم إلينا في نشرات لاحقة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك